اهلا بكم الى موجز اخبار الان نشرت قوات سوريا الديمقراطية نحو الف مقاتل اضافي على خطوط الجبهة في مدينة الرقة شمال سوريا وذلك بهدف مساندة الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش قيادات في قوات سوريا الديمقراطية اكدت ان هذه التعزيزات هدفها الاسرع في عملية تحرير المدينة وتضييق الخناق اكثر على التنظيم الذي بات محاصرا من جميع الجهات تواصل القوات العراقية تقدمها في المدينة القديمة غرب الموصل بعدما استعادت السيطرة على المجمع الطبي في حي الشفاء لتعزل بذلك اخرى مواقع تنظيم داعش وفق ما افاد مسؤولون من جهته اكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودة استعادة حي الشفاء بالكامل ليقتصر تواجد داعش حاليا على المدينة القديمة هدد تنظيم داعش في مدينة تلعفر غرب الموصل بجلد كل من يتحدث عن موت زعيمه ابو بكر البغدادي خمسين جلدة وفق ما ذكر موقع السومرية نقلا عن مصادر في محافظة نينة والعراقية وفسر خبراء هذا التهديد الى ان التنظيم يخشى حصول انشقاقات او انهيارات في صفوفه او اندلاع اقتتال داخلي لاستحواذ على المناصب نظرا لموجود اشكالات وخلافات واسعة داخل صفوف داعش ازدادت حصيلة الانفجارات التي هزت العاصمة السورية دمشق الى ثمانية عشر قتيلا وثلاثة وخمسين جريحا وفق ما افاد به المرصد السوري لحقوق الانسان واوضح المرصد ان من بين القتلى سبعة افراد من الامن ومدنيين واشار الى انه لم يتم تحديد هوية القتلى الاخرين حتى الان اسفر حريق ضخم شبف مخيم للاجئين السوريين في زهل البقاع شرق لبنان عن قتل ثلاثة اشخاص في حين لم يعرف سبب الحريق وتحاول الاجهزة المختصة السيطرة على الحريق فيما هرعت سيارات الاسعاف والقوى الامنية الى مكان الحالث انفجرت قنبلة زرعت على جانب احدى الطرق في العاصمة الصومالية مقديشو ما اسفر عن قتل شخصين واصابة ستة اخرين هذا ولم تعلن بعد اي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي وقع في طريق مزدحم في حي الاش الذي يقع على بعد 20 كم شمال شرقي العاصمة من المقرر ان توقع شركة توتال الفرنسية وشركة صينية الاثنين اتفاقا بقيمة 4 مليارات و800 مليون دولار من اجل تطوير حقل كبير للغاز في ايران لتكون بذلك اولى الشركات الغربية التي تعود الى هذا البلد وقالت وزارة النفط الايرانية انه بموجب هذا الاتفاق الدولي سيتم تطوير المرحلة الحادية عشر من حقل باريس الجنوبي وبحضور وزير النفط الى اللقاء